مشاركة المرأة بالأهد الملكي كانت محدودة جدا ربما بسبب مثل ما تفضل الأخ شامل بسبب الواقع المجتمعي الذي لم يكن يسمح للمرأة بأن تكون فاعلة ومؤثرة وذات صوت مسموع وكان هناك نوع من تضييق الحريات والمجتمع الشرقي الذكوري ومع هذا ظهرت بعض الأسماء في جانب منظمات المجتمع المدني مثل آسيا توفيق وبولينا حسون بالناحية الإعلامية والأدبية وصبيح الشيخ داود في الناحية القانونية لكن هذه الأسماء ظلت محدودة لم تتسع الدائرة كثيرا ما تلل حكم الملكي في العهد الجمهوري ربما لازمنا نهتف عاليا لدينا أول وزيرة في العراق كانت في بعض العهد الجمهوري نزيها دليمي وإلى اليوم نحن نقارن وجود نزيها دليمي عندما نتحدث عن واقع الوزارات وما تشغله المرأة فيها ما بعد فترة عبد الكريم قاسم في مرحلة القوميين ومن بعدهم البعثيين وصولا إلى إسقاط النظام في 2003 لم يكبر حجم وجود المرأة العراقية بطريقة واضحة ومؤثرة ربما لو قارنناها مع دول عربية أخرى مثل مصر نجد حضور المرأة كان هناك أكثر ما هي الأسباب التي أعاقذ ذلك في العراق التي حجمت من دور المرأة المجتمع عموما لا يؤمن بدور المرأة والغريب أن الحكومات التي تعاقبت على العراق مارست نفس عدم الإيمان بمعنى رغم ادعاها أنها حكومات سعت تسعى إلى التغيير وتؤمن بحقوق الرجل والمرأة لكنها لم تسعى إلى إيجاد الوسائل لتمكين المرأة بأن تكون صوتا فاعلا مهما ومؤثرا حتى مستوى تعليم المرأة كان محدودا وربما وجودها كأكاديمية كان بعدد بسيط جدا وازداد ما بعد الأهد الجمهوري وصلا إلى يومنا الحالي هذا التواجد بقي عدديا يعني الكم والكيف لم يتحقق لا زال وجود المرأة اليوم موجود في المشهد السياسي العراقي والمجتمعي وفي مهدين العمل المختلفة لكن النوع هو ما نبحث عنه النوع المؤثر الفاعل القادر على عملية صنع القرار أو على الأقل المشارك في عملية صنع القرار لا زال غير موجود لا زال المجتمع يؤمن أن المرأة محددات بل أن واقع المرأة ما بعد 2003 تتعرض الكثير من النكوس والنظرة المتراجعة في قبول وجود المرأة في الحياة العامة هذا الدور الذي تتحدثين عنه ينعكس كدور للمرأة فقط على الصعيد السياسي أم على الأصعيد الأخرى ثقافياً اجتماعياً فنياً أدبياً إعلامياً أفرز الواقع السياسي والواقع الأمني المرتبك نوعاً من تخويف وجود المرأة في الحياة العامة بل وتعرضت العديد من النساء إلى أن تكون ضحايا اختصاب وخطف ومساومة ربما تم مساومة بعضهن يا أما ترك المشهد أو أن تتعرض إلى ما لا يحمد عقباه هذا الواقع المرتبك أنا لا أقول أنه شمل للمرأة فقط بالتأكيد هو شمل لكل المجتمع لكن ليس فقط سياسياً اجتماعياً ثقافياً فنياً فنياً ربما أكثر نلمس هروب العنصر النسوي من المشهد بفعل الميليشيات والجماعات المتشددة الدينية والتي تؤمن أن وجود المرأة في الحياة العامة عورة ولا بد لها أن تكون في زاوية معينة يسمح لها بالحركة فيها على أن لا تجتاز العتبة والعتبة الاجتماعية في العراق متعددة الوجوه وحتى واقع الفتاة العراقية اليوم في الأكاديمية وفي مجالات العمل تجدينه غير فاعلاً ولا مؤثراً ولا مميزاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر